انتقد المسؤول عن ملف انقاذ الازيديين في اقليم كردستان خيري بوزاني سلطات مخيم الهول لعدم تعاونها لانقاذ المتبقي من الازيديين المحتجزين في المخيم واشاره الى تعرض المحتجزين لتهديدات ومراقبة من قبل اسر تنظيم داعش مما يمنعهم من الافصاح عن هويتهم الحقيقية ومع ذلك لا تتعاون سلطات المخيم التابعة لقوات قصد في عمليات الانقاذ واكد ان مصير 2600 ازيدي بينهم 1235 امرأة ما يزال مجهولا حتى الان